اشتركوا في القناة لرؤية الأسود ينافسون بشرف في الشان ويأخذون حملة الدفاع عن اللقب أدى وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد قطعت الشك باليقين يوم أمس عبر بلاغ واضح لا يقبل الكثير من التفسير والتعليل والتأويل حيث أكدت تعذر مشاركة الأسود في شان الجزائر بعد تعذر سفر المنتخب الوطني لمدينة قسنطينة على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية واليوم تأكد ذلك عبر مشهد مؤسف وحزين تناقلة وسائل الإعلام المحلية وكذا الدولية على نطاق واسع وعلى مرأة ومسمع من رئيس الفيفا جياني أنفانتينو ورئيس الكاف باتريس موتسيبي في حلقة اليوم من ضيف التحرير نصلط الضوء على هذا الحدث الذي أكد مرة أخرى عدم قدرة الجارة الشرقية على الوفاء بالتزاماتها حين يسند إليها تنظيم تظاهرات دولية وقارية بالإضافة إلى محاولاتها اليائسة والمتكررة لتسليس الرياضة وهو ما يتنافى مع المبادئ السامية لمعشوقة الجماهير يحضر معي في الستوديو مشاهدين الكرام الدولي المغرب السابق والمدرب الوطني مراد فلاح مراد أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا أخي نوفل سعيد بالإستطافة وتحية حب واحترام وتقدير المشاهدين الكرام مرحبا بك مراد لاعب سابق مدرب حالي عشت مع المنتخبات الوطنية مع أكبر وأقوى الأندية الوطنية أيضا تعرف كيف يشعر اللاعب والجهاز الفني حين يحضر على مدى أشهر لبطولة قارية يريد من خلالها للجهاز الفني ولحة اللاعبين السطوع واللمعان وتحقيق المنجزات وخاصة فما بالك إن كان هذا الحدث يأتي مباشرة أسابيع بعد إنجاز المنتخب الوطني في المونديال إلا أردت منك أن تصف لي مشاعر هؤلاء من يجلسون في قاعة الانتظار بانتظار تلخيصا من الجزائر لم يأتي هو صحيح سيكون عدم المشاركة بالأحرى منع المنتخب المغربي من المشاركة في كأس الشان هو ضربة قادية بالنسبة للمدرب منتخب أولمبي في إطار تحضيراته للإخصائيات المؤهلة لعب أولمبيا كذلك اللاعبين الكل كان يمنين بمشاركة جيدة تعطي صورة التي أصبح يحتلها المغرب على صعيد كرة القدم على الصعيد الدولي بالتالي كان تحدي أمام اللاعبين لإدفاء صورة المنتخب الوطني في كأس العالم بالتالي اللاعب والمدرب الكل سيكون محبط نتيجة عدم المشاركة نعم وفي نفس الوقت شاركت في مصابقات عدة وتعلم أن هناك في كل مصابقة يكون هناك دفتر تحملات والبلد المستضيف يوفر لللاعبين الذين سيأتوا فريق أو منتخب كان يعني الحماية الأمنية التنقل من المطار إلى الفندوق الوسائل الجستيكية بشكل عام ومن بين دفتر تحملات التي وقعت عليه الجزار هو أن يكون هناك بالفعل تيسير لمهمة المنتخبات المشاركة منذ الإعلان عن تاريخ السفر الذي يخبر به الطرف المنظم والدولة المستقبلة وصولا إلى بداية المباريات والتنافس كيف قرأت هذا المشهد الذي حدث اليوم؟ مماطلة عدم ترخيص لطائرة في مسابقة كروية لا أكثر أولا التدخل السياسي في القرار الرياضي الشيء المرفوض لعد صعيد تحاد إفريقيا أو على صعيد الفيفا بالتالي أظن أن عدم احترام دفتر تحملات سيضع الجزائر كاتحاد الجزائري لكرة القدم في موقف صعب تجاه المنظمات الدولية خصوصا اتحاد دولي كرة القدم وكذلك اتحاد إفريقي ربما سيكون له تأثير كذلك على استضافة ترشح الجزائر لاستضافة كأس إفريقيا 2025 الكل سيصبح متخوف من عدم مشاركة المنتخب المغربي الرابع عالميا بالتالي ستكون ضربة قوية للملف الجزائري لاستضافة كأس إفريقيا 2025 نعم هو أمر مؤسف ومحزن كما ورد على لسان السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي الإقجاع الذي سنسابع تصرحه الذي كان صباح اليوم هناك في المطار بعد أن تأكد بالملموس أن السلطات الجزائرية لم تنح الترخيص الخاص بطائرة الخطوط الملكية المغربية التي كانت ستقل المنتخب الوطني من مطار الرباط صلاة متوجها صوبا قسنطينا للتنافس بشرف وخوض حملة الدفاع عن اللقاء جميع بحضور رئيس الفيفا والرئيس موت سيبي على أن الفريق الوطني استعدى كما قلت من قبل وفق ما تقتضيه المشاركة في المنافسة من جهة ووفق ما تقتضيه متطلبات الدفاع عن اللقاء التي حرز عليها الفريق الوطني لمدة دورتين كل هذه الاستعدادات توجد اليوم بالمجيء إلى المطار للتوجه إلى قسنطينا وقسن المشاركة فشان مع الأسف فريق الوطني والمجموعة انتعوا ما زال ينتظر هذا الترخيص الذي تم تقدم بطلبه منذ وقت والفريق الوطني كما قلت شيء مؤسف اليوم أن مجموعة من اللاعبين اشتغلوا رياضيا لمدة سنوات حتى يكونوا أولا في الفريق الوطني ومؤسف جدا أنهم استعدوا لهذه التداهرة خلال أشهر واستعدوا لها على جميع الجوانب بإجراء المباريات الويدية الدرورية حرمان هؤلاء الشباب من المشاركة في تداهرة رياضية شيء مؤسف جدا أمر مؤسف محزن تعليقك على ما ورد على لسان السفوزي جميعا شيء محزن ومؤسف وكذلك شيء يؤثر حتى في الأجيال الصعيدة العلاقات ما بين المغرب والجزائر صراحة أن لا نريد إدخال سياسة فيما هو رياضي ولكن تعنت النظام الجزائري ونسيان مشاكل الداخلية وتوظيف المغرب كعدو رقم واحد هذا شيء لضر العلاقة لحسن الجوان خصوصا نحن والشعب الجزائري أخوة هناك رابط دم بيننا وليس هناك مشاكل بين الشعوب ولكن تعنت نظام الجزائري للأسف اقتحم دخل المجال الرياضي وبالتالي سيكون هناك سياء كبير حتى من إخوة جزائري سيكون هناك سياء من عدم مشاركة المنتخب المغربي بالتالي كان نظر أنه غباء من النظام جزائري إقحم كل ما هو رياضي فيما هو سياسي ماذا عن السيناريوهات المحتملة اليوم يعني بلغة الربح والخسارة المنتخب الوطني المغربي استعد وعد العدة لهذه المسابقة الجامعة رسلت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تمت مراسلة السلطات الجزائرية وإعلامها أيضا بإحداثيات الرحلة التي ستتوجه من مطار الرباطسل إلى إقسنطينا اليوم الاتحاد الأفريقي هو الآخر شاهد رئيسه في المطار بعثة المنتخب الوطني وشاهدها أيضا رئيس الاتحاد دولي لكرة القدم وكأن بهم شهود عيان على ما حدث وبالتالي ما السيناريوهات المحتملة لدولة تعهدت بإنجاح هذه المسابقة الوليدة يعني ليست لديها باع طويل 2007 كانت أول نسخة بالنسبة للشان نتكلم عن الخسارة أو الربح في عدم مشاركة المنتخب المغربي بالنسبة للجزائر أظن أنها لم تكن اتخذت قرار غير استراتيجي وسيكون له تباعة قوية على الملف الجزائري للاستضافات كأس إفريقي 2025 لأن اللجنة التنفيذية لاتحاد إفريقي التي ستصوت على البلد الذي سينظم كأس إفريقي 2025 ستأخذ بالاعتبار ما قام به نظام جزائري تجاه المنتخب المحلي بالتالي هذا لم يكن تفكير وستراتيجية على المدى البعيد جزائر ستتلقى ضربة قوية في هذا الملف من ناحية الخسارة أيضا من نسبة للمغرب المنتخب المغربي المحلي خسر شيء كثير لأنه بطولة الشان كانت ستبين ملامح منتخب أولمبيا قادر على المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للألعاب الأولمبية بالتالي مدى قياسة وجاهزية العناصر الوطنية هذه الخسارة بالنسبة للنار ياضيا أما بالنسبة للمغرب على المستوى الربح المملكة المغربية ربحت نقاط عديدة في ملف استضافة كأس إفريقي 2025 بالتالي سهلت وتخلصت من منافس قوي جراء الجزائر نعم وبالنسبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم نعلم بأن من يخل بالشروط التي تم التوقيع عليها في استضافة أحداث رياضية من هذا النوع تفرض عليه عقوبات قد تمثل أندية والمنتخبات الجزائرية وقد يكون هناك أيضا غرامات مالية لا أظن أن القانون واضح ولكن لا أظن أن الاتحاد إفريقي ولا الاتحاد الدولي سيكون تنبيه كما قلت لك أن هذا الخطأ استراتيجي من طرف النظام الجزائري سيكلف الجزائر حق تنافس على استضافة كأس إفريقي 2025 بدون شك بدون أدنى شك ولكن بالنسبة للمملكة المغربية كما قلت لك أخي نوفل هو رياضيا استعدادة المنتخب المغربي للإخصائيات لألعاب الأولمبية ستعرف بعض التعطر ولكن من الناحية ديبلوماسية وكذلك من الناحية الرياضية نبح ربح المنتخب المغربي والمملكة المغربية بالأحرى ربحت نقاط كثيرة في الملف استضافة كأس إفريقي 2025 ووجهت ضربة قاسمة للملف الجزائري نعم ماذا عن المسابقة بحد ذاتها ماذا خسرت كأس مهم أفريقي اللاعبين المحليين قلنا بأنها مسابقة يعني مستحدثة مسابقة أرادت رد الاعتبار للاعبي البطولة الأفريقية المحلية مسابقة قد نقول بأن نسختها الأبرز والأجمل والأرواع كانت في المملكة المغربية 2018 لعلى مستوى الأداء الفني ولعلى مستوى التنظيم والحضور الجماهيري اليوم نشاهد ثلاث مجموعات في الكأس بثلاث منتخبات مجموعات عرجاء كما يقال وغياب لحامل اللقب شيئا أبينا اليوم المغرب بصورة مونديا القطر بدوره بما حدث في نسختين متتاليتين يحوز على اللقب بأنديته الكبيرة من رجاء ووداد وجيش ملكي وأندي عريقة أخرى له وزنه في القارة الأفريقية حين يشارك في مسابقة من هذا النوع بطبيعة الحال عدم مشاركة حامل اللقب في النسخة الأخيرة ستكون لها تبعات على كأس الأفريقي للمحليين حتى من ناحية المتابعة غياب كرة المغربية غياب كذلك الكرة المصرية هذا جوج مدارس قوية وكبيرة في كرة القدم ولكن بالنسبة لهذه المسابقة لازم أن الاتحاد الأفريقي يدير تغيير في المسابقة ويفكر أنه يوقف المسابقة لأن حتى مشاركة المغرب الآن جاءت تصحيح الواحد الوضع لأنه لا يعقل المشاركة بلاعبين دو سن كبيرة جدا في مسابقة مثل المسابقة كأس الشان بالتالي كان سنزاف للفرق الوطنية وضيعنا ألقاب بسبب مشاركة المتخب المغربي في الشان بسنزاف لاعبي الأندير كبيرة ولاعبي المتخب الوطني المحليين نتذكر مشاركات التي خلفت إصابات وعطرات الويداد في أصبات الأبطال لا بالنسبة للاعبي الجيش الملكي لا بالنسبة للاعبي نهتات بركان لا بعد للاعبي المغرب الفاسي بالتالي خلت الآن المغرب تاخد القرار الصحيح هو المشاركة بفئة الأولمبيين تحذير المتخب المشارك لإخصائية الألعاب الأولمبية ولكن الآن لازم الاتحاد الأفريقي يكون عنده واحد تغيير وتوقيف البطولة مؤقتا وتفكير في خلق بطولة أقوى وبتنفسية أكبر لأنه أنا أظن كأس أفريقي لأنه مصابقة بدون جدوى ولكن كانت نسخ ناجحة نتذكر بين النسخ التي نجحت وقدمت يعني مستوى جيد على المستوى الفني أو حتى على المستوى الجماهيري والتنظيمي مثلا نسخة كيبتاون 2014 على مستوى المنتخب المغربي مع بن عبيشة ذهبنا بنجوم شباب كانوا في الوداد وفي الرجاء وفي مجموعة من الأندية الوطنية عبد الكبير الوادي وآخرون حافظي كان حافظي الذي خاض 2013 مع المنتخب الوطني الأول فقدموا أداء ممتاز جدا لا بالأكثر من ذلك يعني خرجنا من الدور الثاني مع المنتخب النيجيري أتذكر أربعة أداء مقابل ثلاثة في سيناريو كان يعني غير معتاد ثلاثية نظيفة للرفاق متولي في الشوط الأول تنقلب نيجيري علينا في الشوط الثاني ولكن كانت نسخة جيدة وحتى الجيل الذي لعبه مع ستيفن كيشي أنا ذاك مع نيجيريا وحازا اللقب ستتلاعبين مشاول المنتخب الأول بعد ذلك وخاضوا تصفية المونديال وغيرها من الاستحقاقات مع المنتخب النيجيري فالمغرب جاء بعد ذلك في 2018 قدم نسخة جيدة بغينا ولا كرانا؟ وإن بحث الكاف عن مداخي المادية ولكن هذه النسخة اليوم خدشت صورتها بما قامت به الجزائر وأساءت بكل ما تحمل كلمة عن الكرة أفريقية تبحث عن ذاتها بين قارات العالم التي اليوم ذهبت بعيدا في عالم كرة القدم نعم سأجيبك على الشق الأول من السؤال والتساؤل بالأحرى التساؤل لك أخ نوفل هو بالنسبة للدورات النجاحة كانت هناك دورات نجاحة ولكن دورات نجاحة في دول نعتبرها المتقدمة أفريقية الأولى على المستوى الأفريق جنوب أفريقيا الأمر والمغرب بالتالي هناك بنية تحتية هناك ملاعف المستوى هناك حتى إعلام قادر على تسويق صورة جيدة هناك إمكانيات ولكن كم هو عدد دول إفريقيا حتى استقطاب مراد للإعلام كما تفضلت إلى الجمهور كان منقطع النظير يعني وسأل إعلام نتعرف نسخة في كيبتاون في ملعب جرين بوينت ملعب حدث ولا حرج مكلف 615 مليون دولار في مدينة ساحرة هي قبلة سياحية عالمية ككيبتاون وسأل إعلام سأل إعلام سأل إعلام سأل إعلام سأل إعلام سأل إعلام سأل إعلام هذا هو مربط الفرس بالنسبة للمسابقة لأن هناك دول كثيرة جدا غير قادرة حتى أن الجزائر قبل وضع تأميلة في ترشح أنها لم تكن تتوفر على ملعب يستجيب لمعايير الدولية من استثناء وفرة ملعب إمكانك أن تشاهد مرمى للخصم وربما لن تشاهد مرمى فريقك يعني عندما أحد الملعب قد تفرج غير جيها من التدع الآن نشاهد هناك بعض تطور ملحوظ في الملعب الجزائرية بإنشاء بعض الملعب وكيف الحجرات داروها على دوك الفناير دي الإشهارات دي الإتحاد الأفريقي يعني ألا أنا لا أكد هذا شيء دي منصات التواصل الاجتماعي وما تنقلوا من فيديوهات الأخ نوف وكيف نام الفايت التنظيم التنظيم التداهرات الكبرى لازم تجربة تكون عندك حتى أن الآن ما وصلت له المملكة المغربية من حيث التنظيم ولكن تقول كيبتون والمغرب ما نشاهده اليوم صدقني وخبذ له مجهود في البنى التحتية وتمصرف أموال طائل على الملاعب على الملاعب تحديدا أتحدث أما إن ذهبت إلى عنابة المنتخبات الأفريقية يعني في فنادق تصنيفها ضعيف نوعا ما لا توجد البنى التحتية متكاملة كما نقول وهناك يعني بعض الأمور التي اليوم يتم تداولها على شكل دعابة فيما يخص فيما يخص الأمور اللوجستيكية ولا تسأل أنا من أقول ذلك يعني أحد الموالين والمطبلين للنظام الجزائري يتحدث عن الحافلات التي تنقل المنتخبات وقال هذه حافلات الخاصة بالمساجين لأن الشبابيك التي طريقة إغلاقها وحجمها في تلك الحافلات لا يموت بصيلة إلى حافلات تنقل المنتخبات وبالتالي هنا نتساءل كافة الأراد أن ينجح هذه المسابقة أم أنه جعلها هامشية بعد نسختين مميزتين بين 2014 و2018 في كل المجنوب الأفريقية والمغرب حتى دورة كاميرون حتى دورة كاميرون كان دورة ناجحة ورا وندو دورة ناجحة بكل مقاييس رغم تعطر في بداية الأشغال وإنهاء الأشغال ولكن أخي نوفل أنا في بداية المداخلة ديالي فتكلمنا على الشق السياسي الآن تخل في ما هو ريادي تكلمت لك والمشاكية الداخلية هي عدم تطوير بنية تحتيف الجزائر وتوفير ظروف عيش ملائمة نظرا لمداخل الدولة الجزائرية الجزائر نعرف أنها دولة غنية بالبترول والغاز بالتالي لازم الجزائر تكون توفر على أحسن بنية تحتيف أفريقيا لازم الجزائر تكون توفر على فناضيق من الأعلى المستوى على مناطق صحية هي الأحسن أفريقيين وحتى دوليا بالتالي هذا هذه مسؤولية الكاف الكاف إن أرأت في دولة غير مستعدة لتنظيم حدث ينضوي تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بطريقة مثلة تعكس صورة إيجابية مشرقة مشرفة عن القارة الأفريقية وقدراتها التنظيمية هنا نقول مسؤولية الاتحاد الأفريقي ولجانه التنفيذي ولذلك خلق نظام جزائري قصة العدو رقم واحد المغرب الشعب الجزائري أنا أسبق لي صد جزائر ربما أذكرت عدد المرات مرات كثيرة جدا لا مع المنتخب لا مع الوداد ولا جيش الملكي حتى مع المغرب الفاسي صراحة نفس الهموم مشتركة حتى الشعب الجزائري يشتكي من حيث النظام الجزائري ولكن لا حوله ولا هو ولا قوة له نعم اليوم بالنسبة للمسابقات الأفريقية التي يعني منتظرة بعيدا عن الشان حتى هناك مثلا سنحتضن نحن تصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس هناك تصفيات خاصة بالفئات السنية بالنسبة للمنتخبات الأفريقية هناك مجموعة من المناسبات الكروية التي سيكون فيها احتكاك مع الجارة الجزائر واليوم المشهد شاهده باتريس موسيبي في المطار وقال بأنه أمر محزن بالنسبة له هو مؤسف أن لا يشارك المنتخب أن لا يشارك هؤلاء الشباب وحين حدثت المسؤولين في الجزار ويقصد من رئيس الجمهورية إلى وزير الخارجية قال الأمور تتعلق بالسيادة فهذه الملامح التي ربما ستنعكس على علاقة الكاف بالاتحاد الجزائري ولكن أيضا سيكون المنتخب المغربي والمنتخبات المغربية والأندية المغربية على احتكاك دائم أيضا بالجزائر والكرة الجزائرية كيف يمكن للكاف أن يدبر هذا الملف بعيدا عن الحساسية السياسية وأن يكون انطلاقا مما حدث في الشان صارما مع السلطات الجزائرية ليقول لها كفا الرياضة والسياسة لا يلتقيان في عالم كرة القدم عدم السماح بهبوط وقدوم المنتخب المغربي بطائرة مغربية في خط مباشر يربط الرباط بمدية قسطنطينا أظن أنه الجزائر رأت الأمور من ناحية كبرياء لأنه سيتم خرق قرار سيادي لقطع العلاقات وقطع حتى منع الطائرة من الأجواء الجزائرية أين هذا الكبرياء أمام طائرة أنفونتينو موتسيبيل التي ذهبت ذهابا وإيابا من الجزائر إلى المغرب ومن المغرب إلى الجزائر هذا هو إذن كبرياء هم باعوا وتاجروا به حين ذهبت طائرة وزير الخارجي للمشاركة في القمة العربية في الجزائر أخي نوفل هذا ما أسميته لأنني أريد تكلم كثيرا في السياسة لا 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 بعيدا عن السياسة ما أسميته الغابة النظام الجزائري هناك استثناءات أنا كنقول الآن هذا منتخب كرة ليس جنود مسلحين هذا منتخب رياضي غير يمشي شارك في مسابقة رياضية هذا مشكلة بكأس أنت تستضيفها كنت أن تعمل استثناء وتعطي الترخيص بناء على طلب الكاف وأيضا محاوراتك مع رئيس الاتحاد هذا هو القرار والوضع الصحيح لو لا أنه لديك نواية مبيتة وتسيس هذه المسابقة الرياضية أخي نوفل كما قلت لك النظام الجزائري وأنت تتكلم عن البنية التحتية الغير جيدة عدة أمور النظام الجزائري خلق منذ سنين طويلة وحتى هذه السنين لم ينجح في إقناع الشعب الجزائري بأن المغرب هو العدو الأول الكل هناك واحد نسبة كبيرة جدا من الشعب الجزائري تعرف بأنه خلق عدوا لتغطي على المشاكل الداخلية وبالتالي تجنب الصدام مع الشعب ماذا عن الكاف مراد كيف يمكن أن يتفعل لي يتجنب سيناريوهات مماثلة في المستقبل الكاف الكاف كما قلت لك سابقا بأن الملف الجزائري تلقى ضربة قوية جدا بأنه أكد أجزم لك أن الجزائر لن تنال ترشيح للإقامة صدفة كأس إفريقية 2025 الكاف من ناحية السياسية لا أظن أنها ستتدخر ولها القوة بحل المشكلة الجزائري المفتعل مع المغرب لأن المغرب ليس له مشكلة مع الجزائري والنظام الجزائري أو الشعب الجزائري بالتالي أظن أن الكاف سيطبق اللوائح وما تنص عليه قوانين الاتحاد الدولي وكذلك الاتحاد إفريقي بالتالي سنرجع إلى الملف الجزائري هذا هو سبب إسقاط الملف الجزائري وماذا عن حضور أنفونتينو ومشاهدة لاعبين شباب على أتم الاستعداد للمشاركة في مسابقة أفريقية هناك في الجزائر شاهدهم في المطار وفقط أن رخص التنقل لطائرة وجدت ومستعدة على أهبة الاستعداد للانطلاق وفقا لإحداثيات أخبر بها الطرف الآخر مسبقا ماذا عن صورة الكرة الأفريقية التي تصب إلى أن تكون ما بين الكبار وأن يشاهد رئيس الاتحاد الدولي بسويسر إيطالي بعقليته الأوروبية الغربية المنفتحة التي لم تعتد ذلك لأن ذلك اعتدنا مع كوريا الشمالية مع بعض الأنظمة التي كانت فيما بينها خصام وحتى من يشبهنا في القارة الآسيوية هناك من عرب آسيا نشاهدهم اليوم الكويت والعراب في كأس الخليج كيف ذلك المشهد الجميل والرائع للتسامح وطي صفحة الماضي فصورة خادشة وكان الإعلام الدولي اليوم يصور ويأخذ التصريحات في مطار ربات سلا كما تعلم الفيفا منظمة قوية جدا ولا انتهى بالنظام الجزائري أظن أن الفيفا الوحيدة القادرة على معاقبة الاتحاد الجزائري بمنعه من استضافة بطولات عالمية ودولية وحتى على الصعيد الأفريقي وبالتالي أظن أن إنفانتينو ومشاهده اليوم في المطار وتيقنا بأن تدخل هناك تدخل سياسي واضح بمنع الطائرة المغربية من التوجه إلى قسطنطينا لا أظن أن الفيفا ستخشى النظام الجزائري وستعاقبه شكرا لك الدولي المغربي السابق المدرب الوطني حاليا مراد فلاح على كل هذه الإضاحات شكرا أخي نوفر ودائما أكون سعيب تتوجد معك شكرا جزيلا لك الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على الحسن المتابعة بهذا نصل إلى ختم حلقة اليوم من ضيف التحرير لكم أجمل تحية أينما كنتم وإلى اللقاء شكرا لكم